طيب عندنا كماما جهولات ذهبية تاريخية أكيد طبعا زي ممكن نستغلها هل في معارض مثلا بنشارك فيها؟ طبعا مشكورة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور هالم السلحي بالاشتراك مع الشعبة بالاشتراك مع مصلحة الدنوة أقامت أكبر معرض عالمي يعتبر عالمي اللي هو نيبيو عشرين عشرين وعشرين وده ولا الناس قد إيه مصريين قادرين إحنا قادرين على إنتاج أروع المشغولات التي لا تقل عن الإيطالي أو الهندي أو الخليجي بل بالعكس نتمايز بالزوء الشرقي ونتمايز بالحرفية العالية جدا جدا وده المعرض ده صورة لعالم كله إنه قد إيه فيه إمكانية إمكانية هائلة جدا لتطوير والنهوض بهذه الصناعة في مصر طيب يفنم إحنا حجم صدراتنا من الدهب قد إيه أكام دولة بنتعامل معها؟ يعني إحنا في الوقت الرهن مش كتير لكن إذا تم دفع هذه الصناعة وتسهيل كل المعوقات للتصدير فبلا شك إحنا قادرين جدا جدا الشركات المصرية على المنافسة والمنافسة بقوة في السوق العدد طيب إيه